اشتركوا في القناة وعليات المشتركة للدفع بمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في التحول الأزرق بقطاع الصيد البحري رغد قبري والمزيد من التفاصيل فرص التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد البحري شكل محور ندوة نظمت بأجادير حول التعاون والآليات المشتركة للدفع بمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في التحول الأزرق بقطاع الصيد البحري كانت هناك عدة محاضرات حول تعاون المغربي الإسباني في مجال الصيد البحري ومع حسن الصدفة هذا الشيء يتجاب موازة مع القمة المغربية الإسبانية اللقاء المنظم في إطار الدورة السادسة للمعرض الدولي اليوتس المنظمة من الحاض إلى الخامس فبراير الجاري والتي تحل إسبانيا ضيفة شرفها عرف مشاركة مجموعة من الخبراء الإسباني والمغاربة رفيعي المستوى لاستكشاف فرص ومجالات التعاون العلم والتكنولوجي بين البلدين في مجال الصيد البحري الاجتماع كان هاما وإيجابيا للغاية في إطار هذه المرحلة الجديدة من العلاقات بين المغرب وإسبانيا من أجل تجسيد التزامات الإعلان المشترك لسابع أبريل الماضي أهنئ المغرب على تنظيم هذا المعرض الدولي الذي يبرهن على قدرة المملكة على توحيد جهود البلدان الإفريقية لتطوير قطاع الصيد البحري وعلى هامش هذه الندوة تم تنظيم جلسة تواصل وتبادل للأفكار بمبادرة من مجموعة أغادير اليوبول ومديرية صناعات الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري من أجل تحفيز فرص الشراكة وتعزيز التواصل والتأذر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمملكتين المغربية والإسبانيا إلى الأخبار الدولية وفي جديد الملف الأوكراني تعهد الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المناقدة بكياف والتي اجتمع فيها كبار المسؤولين تعهد دعم أوكرانيا في كل خطوة لنتابع تقرير لشيماء بكا بين شد وجد ما تزال الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا قمة أوروبية تنعقد في كياف أكد خلالها الاتحاد الأوروبي على لسان رئيس مجلسه تشارل ميشيل دعمه القوي لأوكرانيا هو دعم سياسي بالتوازي مع الدعم العسكري الكبير المتمثل في إمداد أوكرانيا بمعدات عسكرية وبأسلحة دفاعية مستقبل أوكرانيا هو كذلك مستقبل الاتحاد الأوروبي لقد اتخذ الشعب الأوكراني خياراً واضحاً من أجل الحرية والديمقراطية وتخذنا أيضاً قراراً واضحاً في الاتحاد الأوروبي مستقبل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مشترك قمة هي الأولى التي تعقد على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتم التركيز خلالها على تحسين وصول المنتجات الأوكرانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي ومساعدتها على تغطية احتياجاتها من الطاقة وعلاقة بالموضوع أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسك أن بلاده التي تواجه غزوا خارجيا على حد تعبيره تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حمزة الخضر وباقي التفاصيل كييف تستحق أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام تلك كانت كلمات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بعد محادثات مع رئيسة مفاوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فون ديرلاين زيلينسكي أضف أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافزا للقتال ضد الروس لكن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال طويلا على الرغم من تفاؤل كييف وقد يستغرق سنوات الرئيس الأوكراني أشار إلى أن المسؤولين الأوكرانيين والاتحاد الأوروبي لديهما تفاؤل متبادل مضيفا فقط أوكرانيا قوية واتحاد أوروبي قوي بإمكانهما حماية الحياة التي نقدرها فون ديرلاين كتبت على تويتر أن أوكرانيا تتخذ خطوات ملحوظة إلى الأمام للوفاء بتوصيات الاتحاد بينما تخوض حربا في الوقت نفسه إلى ألمانيا حيث توفي طفل ووصيب آخر بجروح خطيرة بعد أن صدمهم قطار بضائع هذا حسب ما أفادت السلطات المحلية بولاية شمال راين ويستفاليا هنا حاجة تطلعنا على التفاصيل في التقرير التالي هتزت بلدة ريكلينغ هاوزن على فاجعة مقتل طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر حادث استضام قطار في السكة الحديدية قرب البلدة الأطفال كانوا يتواجدون في السكة الحديدية قبل أن يصطدم بهم القطار على الساعة السادسة مساء يوم الخميس الشرطة والساكنة عبروا عن حزنهم وأسفهم لوقوع هذا الحادث الأليم وبحسب وزير داخلية ولاية شمال راين ويستفاليا الألمانية نقل الطفل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه رغم الجروح الخطيرة نعود مشاهدين للخبر الوطني باشرت مؤسسة محمد الخامس لتضامن عملية إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة ساكنة المناطق القروية والجبلية بإقليم التنغير المتضررين من موجة البرد القارس الذي تعرفه المنطقة حالياً نعود مع هنا حجل تستمر مؤسسة محمد الخامس لتضامن في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من موجة البرد القارس بمنطقة تنغيرة العملية تأتي في المرحلة الثانية بعد الأولى التي انطلقت الأسبوع الماضي نحن باشرنا اليوم الثالث على التوالي عملية التوزيع فنحن في القيادة يغنم قون اللي فيها تقريباً حوالي 1675 أسرة وبالضبط نحن في الدوار تغلفت والذي سيستفدون منه 551 أسرة المرحلة الثانية من هذه العملية سيستفيد منها حوالي 6000 أسرة من 46 دواراً بإقليم تنغيرة وسيخصص لكل أسرة رزمة من المواد الغذائية وأغطية كان شكر مؤسسات محمد سانك للتضامن فهذا المجهود التي تدرت في هذا الشتلج المساعدات الإنسانية تأتي تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة البرد القارس إلى الأخبار رياضيات مشاهدين حيث انطلقت دورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للملاكمة بمراكش ويمثل المغرب في هذا دور الدولي الذي يتواصل إلى غاية العشر من فبراير الجاري ثلاثة عشر ملاكماً واثنتين عشرة ملاكماً شيماء بكى والتفاصيل بمشاركة حوالي ثلاثمائة ملاكم وملاكمة يمثلون خمسة وثلاثين بلداً من بينها المغرب انطلقت منافسات الدورة السادسة لكأس محمد السادس الدولية للملاكمة والتي يستضيفها المغرب بمدينة مراكش حفل افتتاح هذه المنافسة تميز بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيب بن موسى هذه الفرصة هي فرصة من ذهب والأكيب النسونال مخضرمة والخليط من أكيب جن والأكيب أنسين التي أعطيتهم الفرصة لكي اختلتهم بأعتد البلدان الفن النبيل منافسات هذا الدوري الدولي مستمرة حتى العاشر من الشهر الجاري وتعد فرصة لتعزيز مكانة المغرب بين البلدان الرائدة في رياضة الملاكمة كما شهدت النسخة الحالية من المنافسة تقديم استعراض الوفود المشاركة إلى جانب عرض فني قدمه الفنان حاتم عمور رياضياً دائماً يستعد فريق الهلال للصعود لمواجهة الوداد الرياضي في ربع نهاء المونديا بمركب الأمير ملاي عبدالله بيريباط ممثل الكرة الأسيوية يستعد بقيادة الأرجنتيني راموندياز للمشاركة ثالثة بكأس العالم للأندية بعد نسختي قطر الإمارات 2019-2021 أردو المستقيم في المتابعة الهلال ممثل الكرة الأسيوية سفير الكرة السعودية وصل المغرب قصد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تلعب في المغرب ما بين الفاتح والخاضي عشر من فبراير 2023 بطنجة والرباط مصار الهلال الذي يلعب في هذه التظاهرة العالمية ينطلق بمواجهة الوداد الرياضي بطل دوري أبطال إفريقيا كتيبة الزعيم باختلاف أسمائها المحلية والمحترفة تطمح إلى الذهاب بعيدا في هذه المنافسة المنافسة التي لم يسبق للفريق السعودي أن خطف فيها الأنظار بقيادة مدربه الأرجنتيني راموندياز يعرف فريق الموج الأزرق أن المهمة ضد الوداد لن تكون سهلة على أرضية الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط مباراة ستحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير العاشقة للواك وأيضا الهلال في موعد يدخل طير منة مسابقة عالمية لها من المتابعين الكثير حول العالم دائما في الرياضة حيث أسقطت التهم الموجهة إلى مهاجم مونشستر يونيتد الإنجليزي مايسون جوينوود بما في ذلك محاولة الاغتصاب والاعتداء وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية القصة الكاملة لهذا اللاعب الشاب في تقرير الحمزة الخضر أخيرا توقفت ملاحقة مهاجم مونشستر يونيتد الإنجليزي مايسون جوينوود وإسقاط التهم الموجهة إليه النيابة العامة الملكية قالت إن انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف عنها لعبوا دورا حاسما في قرارها بإسقاط التهم بحق اللاعب الشاب شرطة مونشستر الكبرى أفادت أنه من العدل الإعلان أن جوينوود الذي أوقف في يناير من العام الماضي لن يواجه بعد الآن إجراءات جنائية واتهم اللاعب الشاب بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقصري والاعتداء على إحدى الفتيات ليتم إقافه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها مع عبارة إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون جوينوود بفعلا ومنذ الساعات الأولى لظهور الشريط استبعد اللاعب من تدريبات فريق يونايتد كما أعلنت شركة نايكي للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها لللاعب في خبر آخر يبدع فنان نيجيري بالرسم بالنفايات وتحويلها إلى تحف فنية لامعة حيث تهدف أعماله الفنية إلى توعية الأفراد بأهمية تعزيز فكرة إعادة تدوير النفايات التي تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على البيئة التفاصيل مع أسما نعمراني أغلب مواطني نيجيريا لا يدركون أن النفايات التي يتخلصون منها يومياً قد تتحول إلى لوحة فنية لامعة وسطعة بأياد مبدعة لأحد الساكنة هنا في محطة النفايات الصلبة يقوم أوجين كومبوي البالغ من العمر ثلاثين عاماً بجمع فقط الصنادل المطاطية المهملة من المخلفات ليبدع في صنع وابتكار تحف فنية بأشكال وألوان مختلفة وبطريقة غير مألوفة من جهة ومكافحة كل أشكال التلوث البيئي من جهة ثانية قفزت إلى ذهني فكرة الاشتغال على هذه اللوحات منذ سنة 2017 والشيء الذي شجعني إلى اللجوء إلى هذا الميدان هو المساهمة في تنظيف البيئة وأيضاً بفضل حبي لهذه المهنة الفنية التي أبدع وأتقن فيها بطرق عدة اللوحات الفنية التي ينتجها الفنان النجيري تتطلب عدة مراحل للوصول إلى منتوج لافت للانتباه وجذاب ومبهر المرحلة الأولى من عملي تتجلى في جمع الأحذية المطاطية بعد ذلك أحضرها إلى ورشة العمل لتنظيفها بشكل صحيح ثم تعقيمها وبالتالي أبدأ في قطعها بأشكال مختلفة حسب نوعية اللوحة الفنان النجيري يطمح في توظيف هذا الإبداع بغية توعية الأفراد بأهمية تحويل القبح إلى الجمال وتعزيز فكرة إعادة تدوير النفايات التي تلعب دوراً مهماً في حماية البيئة والحفاظ عليها لدى الأجيال الشابة حديقة مجوريل تعتبر من بين أحد أهم معالم المدينة الحمراء مراكش فهي مزيج ملهم من الألوان النابضة بالحياة والمساحات الخضراء أصبح بإمكاني زوار هذا الفضاء حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للحديقة وفي وقت وجيز المجريد في روبرتاج لرضوان مستقيم هنا حديقة مجوريل قلب مدينة النخيل مراكش ملاذ لعشاق الطبيعة وجمال اللمسة المغربية التقليدية والغربية اليوم بضغطة زر واحدة بات بإمكان السياح والمرتادين اقتناء وبرمجة زيارتهم مسبقاً وتيسير الولوج إلى متحفي بير بغجي للفنون الأمازيغية وإف سان لغو ومختلف مرافق وأروقة الحديقة إيقاف العمل باقتناء التذاكر بعين المكان سيمكن من ربح الوقت وتنظيم الولوج والانصراف مع تيسير التوزيع الزمني لتواجد الزوار بالحديقة استعمل هاتفك فقط واجني ثمار التكنولوجيا حجزنا تذاكرنا عبر الموقع الإلكتروني للحديقة وكان ذلك خلال دقيقتين فقط يكفي أن تمسح رمز الاستجابة السريعة الخاصة بالحديقة بكاميرا هاتفك فقط للحصول على المعلومات وحجز التذكرة فلت على تذكيرتي في وقت وجيز من خلال الموقع الإلكتروني عبر ملء خانة الأماكن التي أريد زيارتها لا تمتاز ماجوريل بهندستها المعمارية أو نباتها النادر فقط وإنما أيضا بألوانها الرائعة والجريئة التي لا يمكن أن تراها في مباني مراكو السوى بالحديقة حيث اختار مؤسسها جاك ماجوريل لونه المفضل في طلاء مبانيها اللون الأزرق الزهري الذي أصبح الآن لونا يأخذ اسمه بالمدينة وبين سكانها من المدينة الحمراء مشاهدين نختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله